أعلنت عدة فصائل مقاتلة تشكيل غرفة عمليات في سوريا غرفة عمليات مشتركة لمواجهة جماعة جند الأقصى المنضوية تحت جبهة فتح الشام في جبل الزاوية بريف إدلب تضم غرفة العمليات العسكرية كلا من جماعة أحرار الشام وسقور الشام وجيش الإسلام وتجمع فاستقم كما أمرت وجيش المجاهدين وذلك ردا على اعتداءات من قبل أفراد جند الأقصى المنتمين لجبهة فتح الشام كما قالت هذه الفصائل وكانت جند الأقصى قامت في اليومين الماضيين بشن هجوم على عدة فصائل في ريف إدلب وسيطرت على مناطق قرب بلدة سرمين ومنطقة جبل الزاوية بريف إدلب قبل أن تتمكن الفصائل المذكورة من استعادة السيطرة الكاملة على بلدتي البارة وحسم بجبل الزاوية